بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إخواني مشاهدين أخوات المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد مع حصتكم التي تعنى بالقراءات القرآنية التسهيل لقراءات التنزيل ودوما نسعد باستضافة الشيخ المقرئ الجامع الشيخ حسين وعليلي السلام عليكم ورحمة الله الشيخ حسين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم شيخنا الشيخ عماد وبسادة المشاهدين والمشاهدات سأل الله تعالى أن ينفعنا وإياهم جميعا بمثل هذه المجالس المباركة الشيخ حسين نحن مع الحلقة العاشرة ومع الجزء الثاني لأصول رواية الإمام ورش كنا في الحلقة السابقة قد تطرقنا لبعض الأصول ابتداء بأحكام البسمالة وبعض الأحكام الخاصة كالأنفال والتوبة ثم انتقلنا بصفة عامة إلى أحكام المدود وبعض الأحكام الخاصة برواية الإمام ورش كمد البدل ثم انتقلنا إلى باب اللامات وأيضا الحكم الخاص برواية ورش من طريق الأزرق وهو تغريض اللام بالشروط المعروفة وانتهينا إلى أحكام الراءات ثم طبقنا على صورة الشعراء وكنا قد وعدنا المشاهد الكريم بأننا سنتمم أحكام وأصول رواية الإمام ورش واليوم بحلية تبارك وتعالى خصصناها لبعض الأصول العامة لأحكام الهمز المزدوج من كلمة ومن كلمتين وكذلك لباب الفتح والإمالة أول حكم ندرسه اليوم وحكم الهمز المزدوج من كلمة واحدة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه كما تفضلتم شيخنا الشيخ عماد ذكرنا بعض الأصول المتعلقة برواية ورش من طريق الأزرق وبقي لنا أن نبدأ اليوم مع الهمز المزدوج وقبل أن نشرع في ذلك لا بأس أن نذكر أنفسنا والسادة المشاهدين أن الهمز في حد ذاته يعني يتداول كثيرا بالنسبة لرواية ورش حتى رواية قالوا التي مرت معنا في الهمز كما قال الإمام بن بر رحمه الله والهمز في النطق به تكلفه فالهمز هو آخر كما قال ابن البن المراكشي في كتاب عنوان الدليل هو الحد بين ما يلفظ وما لا يلفظ فهو أبعد الحروف نطقة وإذاك العرب تعاملت معه في نطقها فمن القبائل العربية من سهلت الهمزة ومنها من أبدلته ومنها كما هو لسان القريش ومنها ما حققته ومن العربي أو من القبائل العربية ما حذفت الهمزة في بعض الحالات هذا مستعمل حتى في دارجتنا لما تطلب من واحد الماء تقولوا جب لي الماء لا تقول الماء وهذا من اللغة العربية الفصيحة ومن القرآن الكريم مما أذن فيه المولى عز وجل للعربي أن يقرؤوا به كلامه العزيز ولذلك سواء كان الهمز مفرد وحده أو مزدوج يعني انتلقت همزتان وهذا أدعى للتخلص من هذا الثقل بالنسبة لمن فعل ذلك سواء كان هذا الثقل من كلمة واحدة أو من كلمتين فإذا كان من كلمة واحدة معنى الكلمة الأولى همزة والثانية همزة وسنأتي تدخل همزة الاستفهام إذن الهمزة الأولى دائما تكون همزة استفهام مفتوحة للسؤال ولا تكون إلا مفتوحة نعم ولها ثلاث حالات الهمزة المفتوحة يحقق الأولى ويسهل الثانية بين بين يعني الأولى مفتوحة والثانية مفتوحة أأنتم مثل أأمنتم أو يبدلها ألفا قصرا إذا كان بعدها حرف متحرك أو طولا إذا كان بعدها حرف ساكن يعني أأأأمنتم أأأمنتم أأأمنتم هنا الهمزة الأولى مفتوحة الهمزة الثانية مفتوحة الحرف الذي يلي الهمزة الثانية وكذلك له اتحبار هنا رأيه متحرك ما يهمناش الحركة التعويذة كانت فتحة ولا ضمة ولا ولكن هنا مثلا متحرك بالكسر ماذا يترتب لنا في هذه الحالة أن نحقق الهمزة الأولى ونسهل الهمزة الثانية أو نبدلها قصرا فنقول أأمنتم أأمنتم مثال إذا كان الهمزة أأنذرتهم أأنتم نقرأها أهنذرتهم بالتسهيل أو بالإبدال طولا بالنظر إلى أن الثاني ساكن الحرف أعفوا للحرف الذي يلي الهمزة الثانية ساكن وبتالي إذا أبدلنا يكون من قبيل اللازم أنذرتهم يعني يقولي من المد اللازم الكلمي المخفف هذا بالنسبة للهمزتان بالنسبة للهمزتين المفتوحتين آآ الآن آآي في نفس كلمة آآي آآي لهم مع الله أإن ذكرتم فورش رحمه الله يحقق الهمزة الأولى دائما الهمزة الأولى ما لازمش تتغير تبقى على حالها يعني تحقق يعني تبقى على أصلها ويسهل الثانية بين بين فيقول آآين ذكرتم آآين آآي آآي هذا هو التسهيل آآ إذا كانت الهمزة الثانية مضمومة آآ نحو آآ نبئكم فورش رحمه الله تعالى حكم تعامله مع الهمزة هنا ما رواه لنا طبعا ليس اجتهادا منه هو آآ نبئكم يحقق الأولى ويسهل الثانية آآ نبئكم آآ نبئكم أنا بخلاف قالوا مثلا رأينا المرة الماضية أنه بالإضافة إلى التسهيل يزيد في مثل هذه الحالات الإدخال وقد سألني أحد الإخوة بعد نهاية الحصة عن معنى الإدخال فهو هذا أن ندخل آلفا بين الهمزتين الأولى المحققة والثانية المغيرة بالتسهيل فنقول آهو وهذا طبعا لي قالون أما ورش آهو مباشرة أما إذا تكررت الهمزة ثلاث مرات في نحو أو في نحو آآ لهاتنا أو لا آآ منتم وهذا آآ منتم في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم فإنه يسهلها فقط تسهيل ك يقرأ الهمزة الثانية بالتسهيل طبعا مع البدل بالنسبة لي ورش والبدل لا يوجد لي قالوا رحمه الله وتعالى نعم الهمزة ثاني في كلمة نعم نفس الحكم تقريبا يعني الحكم إذا كان الهمز في كلمة ولا في كلمتين فقط الهمزة الثانية في كلمتين أو النوع الثاني من كلمتين معناه أن آخر حرف في الكلمة الأولى همزة همزة لكلمتين مع بعض فإذا إما أن تكون كما رأينا آآ 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 مثلا اتفقتان في الحركة نعم إذا كتفقتان في الحركة لكن هنا أوسع قد تتفقان بالفتحة وقد تتفقان بالضمة وقد تتفقان بالكسرة فالمفتوحتان في نحو قوله تعالى جاء أحدكم جاء أحدكم هنا ننظر كذلك إلى الحرف الذي يأتي بعد الهمزة الثانية كيف هو هل هو متحرك أم ساكن ولا ساكن إذا كان متحرك فكذلك نحقق الأولى ونسهل الثانية بين بين أو نبدل الثانية حرف مد قصرا قصرا في نحو قوله تعالى جاء أحدكم هذا بالتسهيل أو جاء أحدكم بالقصر وليس مد بدل أحدكم لا ليس وإن كان من طريق المغاربة يرون نقرأ ونتكلم عن طريق التيسير ولكن من طريق المغاربة من طريق التعريف وغيره لها وجه في مسألة الإبدال من باب الإشارة فقط إذا كان ما بعدها ساكن في نحو قوله تعالى ثم إذا شاء أَنشَرَهُ شاء أَنشَرَهُ كما في سورة عبس تقرأ شاء أَنشَرَهُ بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية أو شاء أَنشَرَهُ أنتم من قبيل اللازمي الكلمي المخفف المضمومة نحو أولياء أولئك وهذا مثال وحدة وفريد في القرآن الكريم في سورة الأحقاف تقرأ أولياء أولئك بالتسهيل أو أولياء أولئك بالإبدال ووا ووا قصرا نعم هذا بالنسبة للمتفقتين في الحركة وفي المكسورتين في المكسورتين من السماء إله في نحو قوله تعالى من السماء إله أو من وراء إسحاق كذلك ننظر إلى ما وراء ما خلف الهمزة الثانية فإن كان متحركا حققنا الأولى وسهلنا الثانية أو حققنا الأولى وأبدلنا الثانية حرف مد قصرا إذا كان متحرك كما إله سماء إله التي بعد الهمزة الثانية هي اللامت قد جاءت متحركة إذا كانت ساكنة ومن وراء إسحاق نفس الشيء إما أن نحقق الأولى ونساهل الثانية بين بين ونلاحظ أن التسهيل مشترك بينها أو نحقق الأولى ونبدل الثانية حرف مد طولا بالنظر إلى الحرف الساكن فيكون من قبيل لازم الكلمي المخفف كأن بعض الكلمات في نحو قولي تعالى هؤلاء إن قرأها ورش بثلاثة أوجه بالتسهيل أو بإبدال الثانية ياء طولا وله وجه ثالث خاص بهذه الكلمة وهو إبدالها بياء خفيفة الكسر ونفس الكلام يقال بالنسبة له على البغاء إن أردنا في سورة النور عنده التسهيل أو الإبدال الثانية ياء قصر لأجل الفتحة العارضة أو الإبدال طولا لأجل السكون الأصلي بالنظر إلى الأصل قبل النقل نعم أو بياء خفيفة الكسر يتشتركان في هذه الياء الخفيفة الكسر نقول على البغائي شوف ونختلس تلك الياء على البغائي نردنا تحصنا هؤلاء بياء خالصة هذه أحكم خاصة نعم ويذكرها العلماء الشاطبي رحمه الله تعالى قال وفي هؤلاء والبغاء لورشهم بياء خفيفة الكسر بعضهم متلى فلاها حكم خاص معروف عند القراء نعم الآن في مختلفتين الحركة الشيخ حسين نعم بعد الحديث عن المتفقتين في الحركة يعني فتحتان همزتان فتحتان الأولى مفتوحة والثانية مفتوحة مضمومة مضمومة مكسورة مكسورة سيأتي الآن الخلاف والخلاف العقلي لو درنا الحساب والخلاف العقلي يكون ستة لأن الحركات ثلاثة فتحة ضمها كسرة والهمزتان اثنتان فيتحصل المنطق ثلاثة ضربة اثنين يعني ستة حالات منطقية عقلية وجد منها في القرآن الكريم خمسة السادسة وجدت وجدت احتمالا يعني هذا من باب ما يسمى باللطائف العلمية وهو في قوله تعالى في سورة القصص وجد عليه امة من الناس يسقون أي قصده وجد على الماء امة مختلفة في الحركة الهمزة الاولى مكسورة الثانية مضمومة اذا نبدأ بالترتيب المعلوم والشاشة معنا تبين الشيخ حسين فقط نذكر المشاهد الكريم بأن الأحكام هنا في مختلفتين الحركة كالأحكام عند الإمام قالون نعم فقط ذا من باب التذكير بارك الله فيك جزاك الله خير نعم فالأول من الأقسام الخمسة الأول مفتوحة فمكسورة أي الهمزة الاولى تكون مفتوحة والثانية مكسورة تافيئة إلى تافيئة الهمزة الاولى مفتوحة والثانية مكسورة كيف نقرأها؟ نقرأها بتحقيق الأولى نحقق الهمزة الأولى يعني ننطقها هكذا همزة والثانية تسهل تافيئة إلى بالتسهيل الثاني الحالة الثانية أن تكون الهمزة مفتوحة والهمزة الثانية مكسورة أو مضمومة استغفر الله مفتوحة فمضمومة جاء أمتا وهو الموضع الوحيد في القرآن الكريم على كل حال وإن كان مثالا فكذلك تسهل جاءه فالهمزة الأولى ننطقها لا بد أن ننطقها يعني بعضهم يسقطها أو يعني جاء أمة جاء أمة لا نقول لهم لا بد أن تحققوا الهمزة الأولى تحقيقا تاما أما الثانية تسهل تخفيفا فكما ذكرنا في هاتذين المثالين ورش رحمه الله حقق الأولى وسهل الثانية كما هو الحال لقالون الثالث مضمومة فمفتوحة وإذا قيل لهم وبعد هاوى ومفتوحة نعم ثم الموضع الرابع أو الحالة الرابعة حينما تكون الأولى مضمومة والثانية مكسورة يشاء إلى يشاء إلى وفي هذا الموضع الوحيد بين الحالات الخمسة اللي فيه وجهان يعني الأولى تحقق والثانية لنا فيها وجهان إما أن نسهلها يشاء إلى أو نبدلها واوا خالصة مكسورة نعم يشاء وي يشاء وي لا الخامس والأخير أن تكون الأولى مكسورة والثانية مفتوحة من السماء يا يتن وقد قرأنا بهذا المثال في الدرس الماضي في أول سورة الشعراء من السماء يا يتن فقرأناها بتحقيق الأولى وإبدال الهمزة الثانية ياء خالصة من السماء يا يتن هكذا من السماء يا يتن بياء خالصة شيخ حسين بأن الحالات الخمس في مختلفتين الحركة ورش يوافق قالون نعم هذا مما اتفق فيه عن الإمام نافعا رحمهم الله جميعا والآن باب الفتح والإمالة شيخ حسين نعم الفتح والإمالة الفتح هو فتح الفامي بلفظ الحرف بلفظ الحرف فا تا حا يعني هكذا يعني لا فتح الحرف في نفسه ما نقصده بالفتح هو ذلك الفتحة اللي تكون على الحرف لا وإنما فتح الفامي عند النطق بالحرف أما الإمالة فهو نطق الفتحة أن ننحو بالفتحة نتجه بها شوية إلى الكسرة ونتجه بالألفة لإذا كان عبرنا عليها بأنه تمشي إلى فوق نميلها شوية فقط هذا يقول الإمالة وإلا المصطلح بالنسبة لورش في الغالب هو تقليل يعني فقط شوية ميلها شوية فقط بدون مبالغة لأن المبالغة أو إمالتها كثيرا تسمى بالإمالة الكبرى أو الإضجاع أو البطح أو نحو ذلك من هذه المصطلحات التي نجدها عند علماء القراءات فالأصل هو الفتح أننا ننطق بالحرف مفتوحة طبعا دون مبالغة وهذا مذهب الجمهور وقيل العكس طبعا ولكن المعروف أن لغة أهل الحجاز ومنهم قريش الذين نزل القرآن بلسانهم أنهم يفتحون والإمالة لغة عامة أهل نجد من تميم وقيس وأسد فقواعد الإمام ورش في هذا الباب أن ورش له التقليل حتى قال الإمام بن بر رحمه الله وكل ما له به أتينا من الإمالة فبين بين أي تقليل وأمال ورش خاصة كلمة واحدة فقط في القرآن الكريم وسنأتي على قراءتها إن شاء الله في الجانب التطبيقي وهي الهاء من قوله تعالى طاها يقرأها طا هي إمالة كبرى نعم إمالة كبرى فيميل الهاء المفتوحة هاء إلى هي هي بهذه الكيفية وقلل ورش الهاء والياء من الحروف المقطعة في أول الصورة صورة المريم كاف ها يا عين صاد فهالها والياء مقللتان الحاء من حاميم اللي يفتح المصحف الآن على واحدة من الصور الحواميم وهوما سبع صور بداية من الغافر إلى صورة الأحقاف يجد تحت الميمي هذيك مايش نقطة كما تقرأ جيم ولا لا هذيك حاء وتحتها نقطة سوداء كبيرة مطموسة دلالة على نقل حركة الفتحة إلى الكسرة قليلا فنقول حاميم وهكذا في غافر وفصلة والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف كذلك حاميم عين سينقاف الشورة كذلك في أوائل صور ألف لام را نجده تحت الراء في مصاحف ورش تعويضة ألف لام را وإذا قللناها ترقق الراء نعم لا يمكن أن نقرأها بالإيمالة ومعها التفخيم ري لا يصح ري ألف لام ميم را قواعد الإيمالة كذلك عندها بالنسبة لذوات الياء الآن تكلمنا على فواتح الصور بالنسبة لذوات الياء فإن ورشا قلل بخلف عنه ذوات الياء مطلقا يعني ما كان أصل الكلمة يائيا أو رسم بالياء سنأتي على تفصيلها مثلا في الأسماء في الأسماء وإن تنعرف بلي هذا الاسم هذا يائي إذا ثنيناه ما معنى رجعناه مثنى وبنسبة للأفعال إذا نسبتها أيها المتكلم لنفسك تقول أتى تقول أتيت فاعل أتيت تنسبها إلى نفسك والإسم تقول مثلا موسى 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 ياني مثلا فكما قال الإمام الشاطبي وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا فهذا هو المحك أو القاعدة أو الفيصل في التفريق بين ما هو يائي فيقلل عند ورش وما هو واوي فلا يقلل في الأصل فورش رحمه الله تعالى يقلل رؤوس الآي مطلقا واوية كانت أو يائية غير المقترن بها نعم في الصور طبعا ما يعرف بالصور الإحدى عشر وإن كان يعني هذا الاستلاح ربما سيأتي في وقتها تفصيلها إن شاء الله تعالى وهي طاها والنجم والمعارج والقيامة والنازعات وعبزة والأعلى والليل والضحى والعلق هذه عشرة ويلحقون بها كذلك صورة الشمس صورة الشمسي رغم أن آخرها هائي والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها فسيأتي إن شاء الله الكلام عنها في تفصيلها عندما نصل إليها بإذن الله تعالى أما مقترن الأمثلة الموجودة سبح اسم ربك لعل الذي خلق فسوى وهكذا والضحى والليل إذا سجى وهكذا أما مقترن بالها كما ذكرنا والشمس وضحاها في بعض آيات النزعات وكل آيات الشمس ففيها الوجهاني الفتح والتقليل على الخيار على التخيير الآن الإيمالة مع ذوات الراء مع ذوات الراء يعني تكلمنا على ذوات الياء يعني ما أصله ياء الآن مع ذوات الراء يعني عندما تكون آخر الكلمة راء أو في كلمة راء فالراء وكذلك لها تأثيرها على هذه الكلمة وعلى تقليلها وفتحها فقلل ورش وجها واحدا ذوات الياء المقترنة بالراء القرى اشترى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وقلل كذلك وجها واحدا الأليفات التي وقعت قبل راء مكسورة متطرفة كالداري والأبرار ولا بصار يعني إذا كانت مكسورة وفي نهاية الكلمة قبلها ألف والراء مكسورة فورش رحمه الله تعالى يقلل الألف ويرقق الراء وقلل كذلك ورش وجها واحدا ألف كافرين والتورا أين وجدت وحيثما وقعت في القرآن الكريم وكذلك وروي عنه الوجهاني في كلمات الآتية أراكهم في صورة الأنفال الجار في صورة النساء والجاري في القربة والجاري الجنوب جبارين وقد وردت في موضعين في القرآن في صورة المائدة في صورة الشعراء وإذا بطشتم بطشتم جبارين وفي صورة المائدة قال يواموس إن فيها قوما جبارين فكذلك ورد فيها الخلاف وله فيها الوجهان يعني إما الفتح وإما التقل إما أن نقرأها وإذا بطشتم بطشتم جبارين هكذا بالفتح أو بطشتم جبارين بالتقليل شخصي هناك قاعدة مهمة جدا علاقة ذوات الياء بالبدل نعم نقرأ كما قلنا المرة الماضية اخترنا في حصتنا هذه أن نقرأ بقصر البدل وذوات الياء في غير رؤوس الآية على الصور الأحدى عشر التي مرت معنا ورس رحمه الله تعالى إذا قرأنا بقصر البدل لنا في ذوات الياء الفتح فنفتحها لا ننظر إلى التقليل لا نقللها وإذا قرأنا البدل بالتوسط إذا قرأنا البدل بالتوسط فله وجه واحد وهو تقليلها وإذا قرأنا بطول فنحن مختارون إن شئنا قرأنا بالقصر وإن شئنا قرأنا بالفتح أو بالتقليل ولكن اللي يبدأ بوجهه يكمل به وهذا ما يسمى بالتحريرات بالتحريرات نعم تحريراته هو في تعريفها يعني بيان ما يقرأ به مما لا يقرأ به هذا هو التحرير وبهذا التوجيه الأخير ما يتعلق بالتحريرات نكون قد ختمنا الجزء النظري لهذه الحصة شيخ حسين نضرب للمشاهد الكريم موعدا مع تطبيق هذه الأحكام واخترنا لحصة اليوم سورة طاها لا تذهبوا بعيدا سنعود بعد هذا الفاصل أهلا ومرحبا بكم من جديد مع حصتكم التسهيل لقراءات التنزيل ونكون بحول الله تبارك وتعالى قد وصلنا إلى جزء التطبيقي واخترنا لحصة اليوم قراءة آيات من سورة طاها الشيخ حسين لنقرأ هذه الآيات ثم نستمت منها أهم الأحكام المتعلقة بأصول رواية الإمام ورش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له لسماء الحسنى وهلتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس نوجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرة هلولا واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوءنا يتنخرى لنوريك من آياتنا الكبرى اذهب لا فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا وحينا إلى أمك ما يوحى أن يقذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْتَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُوْنًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي إِذْ هَبَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي إِذْ هَبَا إِلَى فِرْعَونَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فاتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد وحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا صدق الله العظيم شيخ حسين بارك الله فيك على هذه القراءة الماتعة المجودة المتقنة لقد سبحت بنا في معاني القرآن الكريم بيودي الآن في عجالة أن نستنبط أهم الأحكام المتعلقة بأصول قوية إمام مرش ما درسناه وما لم ندرسه بعد أهم الأحكام شيخ حسين بدءا من طاها في هائطاها قلنا أن هذه الكلمة أو الحرف الوحيد الذي أماله ورش رحمه الله تعالى إمالة كبرى كما قال ابن بري رحمه الله تعالى وكل ما له به أتينا من الإمالة فبين بين وقد روى الأزرق عنه المحضة بها طاها له وذاك أرضه فيقرأها طاها يعني بإمالة كبرى لتشقى تقليل الألف بين بين وهذه الصورة طبعا صورة طاها من الصور الإحدى عشر التي تقلل رؤوس آيها وجن واحدة نعم العلى تقلل وقفا لا وصلا ولذلك يعني يلاحظ القارئ لو السيد المخرج يعني يتكرم يعود يرجع معنا إلى أول القرآن إلى أول إلى الشاشة جزاه الله خيرا يعني لما في كلمة تشقى لو يزيد يكبر الصورة شوية ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لاحظنا هذا العلامة التقليل أو علامة الإمالة لمن يخشى موجود هذا التقليل معنا التقليل وصلا ووقفا نعم لما وصلنا إلى العلى تنزيل مما خلق الأرض والسماوات العلى لما وقفنا عليها قللناها ولكن في الرسم القرآني أو في المصحف لا نجد هذه العلامة لماذا؟ لأن الضبط في القرآن الكريم مضبوط على الوصل يعني وكأننا وصلنا فإذا وصلنا كان هناك مانع من الإمالة والسماوات العلى الرحمن عن العرش استوى فامتنع فوجد سبب لامتناع الإمالة أو لامتناع التقليل أما إذا وقفنا عليها فهي ذات يائن لأن الياء في الوصل تحذف في الوقف تثبت ولذلك قللناها وقفا وقلنا إن وصلها يمنعها من التقليل ولاحظك الشيخ خسين لما قلت فاستمع لما يوحى لما وقفت عليها قراءتها بالتقليل رأس آية وثم أعدت قراءتها ووصلتها بما بعدها وقللتها أيضا نعم لأنه في الوصل يوجد المد نعم السبب لم يزل السبب لم يزل والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم وأنتم أعلموا بهذا في الأصول نبحث أصولي هذا نرجع إلى كلمة رأة نعم رأة رأة هنا الهمزة أول عفوا الرأة تقلل رأة رأة الألف لا تقلل الهمزة لا تقلل هنا رأة لأن لأنها ذات وياء وإذا قرأنا بالبدل بالقصر نفتحها وإذا قرأنا البدل بالتوسط نقللها هكذا إذ رأة نارا وإحنا قرأنا بالقصر كما هو مذهبنا إذ رأة نارا فنرقق فقط الرأة نعم وهل أتاك نقل حركة الهمز لا نقل وهل أتاك وهل أتاك حركة الهمز لورش تنتقل للساكن الصحر لأهلهم كثو حذف صلة الهاء للسكون بعدها النار تقليل الألف وجها واحدا الصلاة كنا رأيناها المرة الماضية في أحكام تغليض اللام قبلها الصاد مفتوحة واللام مفتوحة ولا يوجد بينها وبين الصاد حائل فغلضة اللام الصلاة هكذا يومن إبدال الهمزة كما هو مذهب ورش ولي فيها إضافة ولي ولي يعني هنا تفتح بخلاف قالون هذه من المواضع التي خالف فيها قالون ورشا فقالون يقول يقرأها ولي فيها وورش يقول يقرأ ولي فيها سيرتها ترقيق الراء ما آري بعدنا مد بدل لنا فيه ثلاث أوجو حين اخترنا القصر كثيرا ترقيق الراء قد أوتيت نقل حركة الهمز وأوتيت هي بدل نقلنا بالقصر إذا وحينا بالنقل ياخذه بإبدال الهمزة إسرائيل لا بدل فيها لا نقول فأرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم إي لا ولا تعذبهم لا نقول إي لا تمد مد طبيعي مد طبيعي ويأو إسرائيل ذات قصري هذا الصحيح عند أهل مصر كما قال ابن بري والله مفخمة لأنها في كلمة عجمية نعم في كلمة عجمية بآية مد بدل شيء مدلين مهموز شيء عندنا فيها ربعة أو ست حركات ألولة مد بدل وكذلك لنا فيها تقليل الألف لأنها رأس آية هكذا شيخ حسين على السريع طبعا هذا الأمر هذا أنا أدعو إليه القراء ولا كل سادة المشاهدين أنه حين يدرس في باب التجويد يرجع إلى القرآن الكريم فيحاول أن يستخرج من الصفحة أو من المقطع الذي يقرأه يستخرج الأحكام هذا يساعده على تكرارها وحفظها وإتقانها إن شاء الله وتعالى ويتصير عنده كالبديهة وكالسليقة فيكون إن شاء الله متقنا وهذا ما يريد أن يصبو إليه الإنسان حين قراءته القرآن الكريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة شكرا الشيخ حسين على هذه المعلومات القيمة ونذكر المشاهد الكريم بأن عشرات الأحكام الموجودة في هذه الصفحات التي تلوناها اليوم بوركتم نضرب لمشاهد الكريم نضرب لهم موعدا مع آداب حماة القرآن الكريم ولكن بعد هذا الفاصل أهلا ورحبا بكم من جديد مع آداب حماة القرآن الكريم وعنواننا اليوم أدب المعلم مع المتعلم قال الإمام النووي قدس الله سرة وينبغي أن يحنو على الطالب أي المعلم أن يحنو على طالبه ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح نفسه ومصالح ولده ويجري المتعلم مجرى ولده في الشفقة عليه والاهتمام بمصالحه والصبر على جفائه وسوء أدبه ويعذره في قلة أدبه في بعض الأحيان فإن الإنسان معرض للنقائص لا سيما إذا كان صغير السن وينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقائص مطلقا فقد ثبت في الصحيحين عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى الناس حتى يجلس إلي لو استطعت أن لا يقع الذباب على وجهه لفعلت وفي رواية إن الذباب لا يقع عليه فيؤذيني انتهى كلام الإمام النووي علي رحمة الله شيخ حسين ما قولكم في هذا الكلام النفيس للإمام النووي رحمه الله هذا كلام لا مزيد عليه في تصوير ذلك الأب الحاني على أبنائه من رحم العلم فالشيخ يعامل طلبته كما يعامل ولده والإمام النووي هو نفسه نقل في كتاب الأذكار أن أن أحد الصحابة وهو صفوان رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه رقية لولده يدعو بها وقد روى هذا الأثر ممن نسب إليه من الإمام النووي هذا الأثر أحد القضاة القاضي قال فكان هذا معلما فكان يدعو به ويبرك به على طلبته من حبه لهم كما علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي أن يدعو بالدعاء يعني رقية بدعاء يعني قال يحصنهم بلا حول ولا قوة إلا بالله قال وحصنتكم بلا حول ولا قوة إلا بالله نعم كان يحصن بهذا الدعاء نفسه كان يحصن به طلبته يعني لحبه لهم وكثير من مشايخنا وعلمائنا حتى في بلادنا يعني أروع الأمثلة من ذهب إلى صحرائنا الواسعة ورأى المشايخ الذين لهم أخلاق الصحابة كالشيخ سيد الحسان في أنزقمير بقية الصالحين نعم أخبرني أحد طلبته أنهم يدرسون عنده من قبل صلاة الفجر إلى منتصف الليل ومن حنانه بهم وحنوه عليهم ورأفته بهم لا يزيد على أن يدخل المسجد في ذلك الوقت المتأخر ويناديهم بقولهم ارحم والدكم يرحم والدكم يعني ليقوموا ليناموا فيشفقوا عليهم فلذلك هذه بركة فإذا علم الطالب بحب شيخه له وإيثاره لمصلحته يعني استحيى أن يعامل شيخه بسوء أدب وارتقى إلى منزلة شيخه وحمل ذلك الخلق بالسند المتصل فصار يحنوه كذلك على طلبته وهذا من الحمالات التي تحمل بالسند الأخلاق هذه تحمل بين المشايخ يصحب شيخا عارف المسالك كما قال ابن عاشر رحمه الله يحفظ شيخا يصحب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه المهالك يذكيره الله إذا رأاه ويوصل العبد إلى مولاه ويوصل العبد إلى مولاه هذا قمة في آداب المعلم مع المتعلم فمن كان ناصحا ناصحا في لابنه القلبي ولابنه في رحم العلم لن يخدعه في العلم في العلم ذاته لأنه أعطاه ذلك الحنان وأفرغ وأفاض عليه من هذه الرحانيات فيستحيل أن يغشه بأن يعطيه علما مزيفا بل سيعطيه علما وحقيقة وشريعة فيتعلم الخلق والعلم معا وهذا الذي ورثه علماؤنا عن أسلافهم وتوارثوه وعلموه لجيلا بعد جيل إلى أن وصلوا إلى هذا الزمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ولذلك كان العلماء وتلاميذهم شامة على جبين هذه الأمة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة وهو القائل بأبيه وأمه قال يحمل هذا العلم عن كل خلف عدوله وتحملهم للعلم يكون قبله تحمل هذا الأخلاق هذه الأخلاق التي ذكرها إمامنا النبوي و يعني قال ينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقائص مطلقا فما يراه معيبا في حقه ينقله إلى طلبته وإلى أبنائه من رحم العلم يذكرهم بالله تعالى مستحضرا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه شيخ حسين بهذه الكلمات الجميلة وأنت تذكرنا بآداب المعلم وهذا كلام نفسه في العادة نتكلم في باب الأدب عن أداب المتعلم ولكن الإمام النووي وقف وقفة متأنية عند آداب المعلم لأن المعلم يتخلق بأخلاق الإسلام وبأخلاق سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم هذا سينطبع على المتعلم وسيأخذ من سمته ومن خلقه ومن أدبه وخير ما نختم به حديثنا اليوم هي هذه الكلمة الجميلة لابن عباس إن الذباب لا يقع على طالب العلم فيؤذيني الأصل أن الطالب هو الذي يتأذى ولكن ابن عباس يقول بأن المعلم سيتأذى لأذية طالب العلم شيخ حسين بهذا نختم حديثنا اليوم بارك الله فيكم على هذه المعلومات القيمة في باب الكراعات ونذكر المشاهد الكريم بأننا اليوم تناولنا أحكام وأصول رواية الإمام ورش في جزء الثاني يبقى لنا الجزء الثالث بحولية بارك وتعالى في الحلقة الحادية عشر وهي الأخيرة في أصول رواية الإمام ورش نضرب لمشاهد الكريم موعدا متجددا مع حصتكم التسهيل لقراءات التنزيل إلى ذلكم الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته